السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في اولى محاضرات الكورس السؤال اللي هنسألوا نفسنا في بداية الكورس هو احنا ليه هنستخدم البوتستراب تحديدا بصوا لو انتو تعرفوا html css javascript وقررت تعمل بهم موقع الكتروني بالفعل هتقدر تعمله ولكن ولكن هياخد منك وقت ومجهود كبير جدا جدا وكمان هتظهر معاك شوية مشاكل هتاخد منك وقت ومجهود كبير جدا عشان تحلها واول هذه المشاكل هو توافقية الموقع بتاعك كدزاين مع مأسات الشاشات سواء كانت بسي او لابتوب او موبايل المشاكل دي كلها احنا بنتفادها داخل البوتستراب طيب ليه احنا مش هنستخدم html والcss والجافا سكريبت الوحدهم لانه من غير المنطقي اهضار الوقت والمجهود باستخدام ادوات وفي ادوات اوريدي تانية بتساعدنا وموجودة ومجانية وبتساهل علينا الشغل وكمان اكثر احترافية طيب ايه هي الطرق التانية دي باشي مهندس هي طريقة واحدة هي استخدام اطار عمل او framework تعالوا نتعرف على framework لو انت لسه جديد في مجال البرمجة او انت موجود اوريدي في المجال ده وبادئ تتعلم فيه كل مشائعة دايما بتسمحها في السوق او في المحاضرات التعليم اللي هي framework framework رجالها ببساطة هو عبارة عن مجموعة من الاجواد الجاهزة اجواد جاهزة تمام اللي ممكن انا استدعيها في اي مكان داخل البروجيت بتاعي والاكواد دي بتقوم بوظائف معينة وده بيوفر علي ان انا اكتب الكود اكتر من مرة السؤال اللي ممكن تسأله النفسك طب هو احنا ليه بش مهندس هنستخدم البوتستراب تحديدا بصوا لو انتو دخلتوا جوجل كده وكتبت build responsive site with frameworks هتلاحز هنا ظهور نتيجة ten best responsive html 5 framework web تعالوا نضغط عليها كده هلاحز هنا بيديني افضل 10 framework للدزاين بصوا اول واحد ايه bootstrap number one هل نخد بالك البوتستراب معمول منه كمان تويتر وهو انتاج شركة تويتر على فكرة تمام تنزل بعد كده رقم اتنين foundation والمهم ان انا اخترت لك الفريمورك الاول عالميا اللي هو البوتستراب اطار اولا حديث شائع لاستخدام بيحتوي على مميزات واغلب الادوات اللي ممكن تحتاجها وانت بتطور اي موقع هتلاقيها داخل البوتستراب اذا البوتستراب هو اشهر فريمورك موجود حاليا على الساحة ليه لانه كمان بيحتوي على javascript والcss والhtml لبناء صفحات الويب المميزة واللي هتشتغل معك ايه بتوافقية مع كل الشاشات ومأسات اي شاشة كمان البوتستراب قلنا مجاني ومفتوح المصدر والاكثر من ده اصبح البوتستراب اساسي في تصميم اي موقع ويب خد بالك دي معلومة مهمة اوي 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 اي موقع ويب موجود حاليا هو مصمم بالبوتستراب لا يمكن يوجد موقع انترنت مش مصمم بالبوتستراب طيب تعالي نشوف سبب شهرة البوتستراب خد بالك المحاضرة دي تعريفية بس انت لازم تكون فاهم الفريمورك اللي انت داخله واللي داخل تتعلمه اهميته ايه ومميزاته ايه اول حاجة سهولة الفريمورك يعني انا هستخدم فريمورك سهل جدا سهل في التعلم وسهل في كتابة الكود اتنين توافق البوتستراب على جميع المتصفحات يعني جوجل كروم شغال فاير فوك شغال انترنت اكسبلور شغال وخد بالك والحاجة الاهم كمان مهما كان الاصدار سواء كان المتصفح قديم او جديد حيشتغل معاك بدون ادنى مشكلة وده طبعا ميزة رائعة طبعا باضافة سهولة تعلم البوتستراب احنا قلنا قبل كده ايه انه هو متوافق مع كل الشاشات لا ومش كده وبس كمان لا ده البوتستراب متوافق مع اي لغة برمجة موجودة يعني بتبرمج الويب بتاعك كباك ان سي شارب البوتستراب متوافق بتبرمجه جافا سكريب متوافق بيتش بي متوافق بايسو اي روبي اي لغة برمجة انت هتستخدمها هتلاحظ ان البوتستراب بتاعك متوافق معها طيب ايه الهدف الرئيسي من الكورس بتاعي الهدف الرئيسي من الكورس ده واللي لازم تحطه في دماغك كويس انك بعد انتهاء الكورس ده تكون قادر وركز معايا قادر ان انت تصمم مواقع ويب فرونت اند احترافية وركز معايا كمان في حاجة هقولها ممكن تتخيل ان انت هتشتغل او هتستنى عميل يجيلك ده مش هدف الكورس لا 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 بص هدف الكورس بعد ما نتعلمه هعلمكم الطريقة اللي هتكسبوا منها وانتوا قاعدين في بيتكو بشوات ازاي يا بش مهندس بعد ما نصمم الموقع ده وهعلمكم التصميم الاحترافي هنبدأ نرفعه على مواقع زي ونبدأ نبيعه انت بتصمم الموقع مرة واحدة بس وبترميه على زين فورس ولو حطيته بخمسة وعشرين دولار او بخمستاشر دولار او بعشرين دولار الموقع ده تخيل انت في السنة لو بعلو ميت نسخة تخيل انت كم الانكم اللي ممكن يجيلك بلس ان انت ممكن تشتغل في شركة برموغا كفرونت اند ديزاينر دي طبعا هتفرق معاك اوي 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 هتكسب منها حلو جدا بلس فريلانسر فانت مجالات العمل كفرونت اند ديزاين والله العظيم مهولة ولكن التركيز الاساسي انا في الكورزة ان شاء الله واللي هركز عليه جدا 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 ان انا من خلال الكورزة هخليك تبني الموقع بتاعك بوتستراب يتشتنبقل طبعا وصي اس اس و جافا سكريبت ونبدأ نرفعه على مواقع ونبيعه على المواقع حقيقي انا عايز اعلمك ده لان هو ده التارجت بتاعي في الكورزة مش التارجت بتاعي بس ان انا اعلمك لا انا عايز اعلمك واوريك كمان البوابات اللي ممكن تدخل عليها وتعمل انكم كويس جدا ليك داخل البوتستراب وباستخدام البوتستراب كده احنا قلنا المقدمة بتاعتنا وفهمنا ان البوتستراب كفريمورك من افضل الفريمورك اللي موجودة على الساحة حاليا المطلوب منك في الكورز ده ما تفوت ليش محاضرة ما تفوت ليش ثانية في محاضرة ما تقدم ليش محاضرة تاخد الترك ده محاضرة محاضرة تفرم المحاضرة كمان اللي هنقوله في اي محاضرة اللي مطلوب منك تلات حاجات فيه اول حاجة تسمحها الاول ما تكتبش اي حاجة وبعد ما تسمحها اول مرة تيجي تسمحها تانية مرة وتبدأ تكتب النوتس بتاعتك اللي انت لاحظتها داخل المحاضرة المرة التالتة تبدأ تطبق اللي انت شفته في المحاضرة كما هو ما تحاولش تفتيكس زي ما يقول او ما تحطش الطاتش بتاعتك او ما تقولش انا هفكر في ديزاين لا 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 اعمل معايا البروجيكس اللي احنا هنشتغلها او البروجيكس اللي احنا هنشتغله وافهمه بعد كده هتلاقي نفسك اي تصميم انت عايزه هتبدأ تنفزه دي الخطوات اللي انا عايزها منك كده المحاضرة اللي اجي ان شاء الله هنهيئ بيئة العمل اللي احنا محتاجينها علشان نبدأ في البوتستراب والادوات اللي احنا محتاجينها على البي سي بتاعنا او اللابتوب ممكن تسأل نفسك سؤال طب انا امكانيات اللابتوب بتاعي اي يا باش مهندس اي امكانيات ان شاء الله حتى دول كور هيمشي معانا مفيش ادنى مشكلة ما تقلقش انا مش محتاج امكانيات وهو في الكورس ده اي بي سي عندك سواء كان بي سي عادي او لابتوب هيشتغل معاك مفيش ادنى مشكلة تظن ان شاء الله المحاضرة اللي جاية علشان نهيئ بيئة العمل ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في رحلة تعلم البوتستراب